أنا اليوم أطلع على تحقيقات صارت في وزارة الصناعة مدير عام سابق بأحدى الدوائر اللي وليه دلاغف 14 مليار الـ 14 مليار بدين ذني جايات جايات من 9800 طن بليت ذني يسوون به نيمكن يسوون به نيمكن يسوون به نيمكن هذا مال تدين ويعبونه باحن حط له 14 مليار بجيبة ولكم بلد يجد بي فلوس عمي والله والله لو نشتغل والرجع مئات المليارات بالكيكاد وبالتقاعد خوة الصناعة بيها بلاوي اليوم اللجنة التضمينية ضمنت المبلغ وهذا أنا لدي أودية للسيد علاء السادي الوليات جايك أبقى 14 مليار بايحن وحاطن بجيبة زيان والولد يجي لتان برانج بسنة منتان مدير يطب برانج 21 ويطلع برانج 21 زيان الرانج هي مادربية 27 شدة مادرب أكثر مادرب أقل زيان بعدك ما حطيت رجلك بالرشاب ابن الحرام 14 مليار وجقد سولفنة وجقد حتينة وجقد وجقد وأيضا هي في كربلاء أيضا هناك بلاوي هناك أيضا بلاوي إذا لوليات الحجي لا الدولة تقدر له ولا المحافظة تقدر له ولا المالية تقدر له ويفتح لإمام والدولة تطيه كهرباء وتبلط له وشرطة كلها بخدمته وورا كل هذا يطلع متجاوز شلون طلزي المتجاوز كل هاي الدولة وخادع له إخوان هناك سياسة تجهيل خطيرة 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 جدا مورسة على هذه العاطفة البريئة لشعب بريئ يعشق التراب لآل البيت ونحن معهم لكن حينما تستغل هذه العاطفة هذا الاستغلال البشع وتصير فيه جيوب الفاسدين وتدفع كوموشينات الذاكلوا ليد والذاكلوا ليد والله 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 فيما لو توفرت الوثائق ألا أضحكم ومو بس ثاني أضحكم دماء هاي الناس الفقرة يضحكم هاي الناس الفقرة تضحكم يعني واحد ما أخذ من المصرف 13 مليار على مشروع أوضام البستان والمشروع وهمي وانصرفت الفلوس بين يوم وليلة هذا الموضوع أنا باتشر راح أناقش فيه حلقة خاصة إلى الدوار التي تمنح قروض للمشاريع وراح تشوفون بلاوي بس التألمن السولف هي كبيرة حرامة وصغيرة حرامة لأنه ناس استسهلة البوق واستسهلة المنصم بس والله عافية عليك حدي لاحكت عليهم كلهم ترجمة نانسي قنقر